اشتركوا في القناة بالنسبة لوزارة العدل المديري العامة لإدارة السجون والتي من خلالها نستطيع قياس مدى نجاح السياسة لإعادة الإدماج فيما تعلق بالتعليم ويمكن إبراز هذه السياسة من خلال الإحصائيات التالية أولاً إحصائيات المحبوسين في مجال التعليم نسجل 423 محبوس معني باجتياز شهادة التعليم المتوسط بزيادة تفوق 48% مقارنة بالدورة 2020 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر